النهاردة رحل واحد من أهم رواد الدراما في العالم العربي وفي مصر فيصل نادا عن 81 عام فيصل نادا أنا باعتبره أحد أسدزتنا يعني أنا حتى كواحد يعني مارس ويمارس كتابة السيناريو والكتابة الدرامية أنا باعتبره واحد من أسدزتي ربما يكون كان ليه هو مدرسة بتعتمد يمكن أكتر على التسلية المتعة أكتر من الرسالة لكن هو نفسه كان بيقول أنا كان هدفي دايما من الفنانة أسعد الناس ويمكن هو ومصطفى محرم سبحانك يا رب فيصل نادا من حوالي شهرين عند وفاة مصطفى محرم قال رحل توأم روحي فهم كانوا فيصل نادا ومصطفى محرم الاثنين أسسوا مدرسة في كل أنواع الدراما يعني عملوا سينما وعملوا دراما تلفزيونية وعملوا مسرح فيصل نادا أكتر كان حتى عنده مسرح باسم مسرح فيصل نادا في الأسر العيني وكان واخد مسرح جمعية هودا شعراوي في الأسر العيني حولوا لمسرح قدم فيه أكتر من ربع قرن يمكن 30 سنة مسرحيات كتير جدا لنجوم ونجمات كتير جدا من إنتاجه وتأليفه فيصل نادا أدم لو قلتلك مثلا الوكيبيديا بتقولك 150-160 أنا باعتبر أن فيصل نادا أدم أكتر من ألف عمل بالمناسبة السنة اللي قبل اللي فاتت أنا كان ليا حظ أنه جمعية مؤلف الدراما العربية اختارتني عشان أقدم تكريم له في اتحاد الكتاب ودي صورة ليا وأنا بقدم له تكريمه وهو على يميني وعلى يساري الكاتب الكبير محمد أبو علی السلاموني ربنا أدوه الصحة اليوم دا بكى فيصل نادا أنا فاكر كويس قوي بكى وقال أنا مهمل وأنا محدش بيسأل عليا وأنا معدتش بيعملونا قال كذا بالحرف قال بيعملونا زي خيل الحكومة ومحدش بيسأل عليا وأنا اللي صنعت الدراما المصرية أنا باعتبر أنه واحد من أهم كتاب المسلسل العربي غير أفلامه يعني شوفوا أفيشات يعني دي بعض أعماله آيام العمى عدودة سجنورة خطبان طبعا أنا كان ليه مسلسل بعشاء واسمها بنت سيادة الوزير بحبه أو كنت في وانا صغير المتزوجون يا جماعة في حد ينسى المتزوجون اللي اضحكنا معاها وعيشنا معاها يعني بصراحة راجل قدم للدراما للسينما السعيدة وصله دي مسرحية برضو من تأريفه كانت يمكن من أول بطولة لأحمد بدير فأنا بعتبر فيصل نادا الحقيقة ابن حي عبدين اللي اتولاد سنة 2040 اتخرج من مدرسة الابرهامية بجاردن سيتي اتخرج من كلية تجار جامعة القاهرة وكان عدو في فريق التمثيل بجامعة القاهرة ثم تعين موظف وزارة المالية لكنه ترك الوظيفة ليكتب أول مسلسل له وهو هارب من الأيام هارب من الأيام بقى كانت شوارع مصر والشوارع العربية اللي بيعرض فيها هارب من الأيام كانت بتفضى كانت بتفضى كانت الناس بتقعد قدام المسلسل ده وأهلاً يا دكتور فاكرين مسرحية أهلاً يا دكتور طبعاً حسن عبد السلام والمغتصبون من أعظم واحد من أهم مائة فيلم في تاريخ السينما العربية سعيد مرزوق ما نقول في النار كل ده فيصل ندى كل ده كتابة فيصل ندى يا جماعة واحد من أهم كتاب الفن اللي أمتعونا بكتاباتهم احنا في العالم العربي للأسف في مصر ما بنهتمش بالكاتب النجومية بياخدها الممثل المشخصاتي إنما أنا بعتبر وطبعاً العادل الإمام كتب كذا فيلم أنا بعتبر فيصل ندى من النجوم المؤلفين أو من المؤلفين النجوم عانى في أواخر أيامه من أهلاً بالسكان ده كان مسلسل من أهم المسلسلات اللي تعرضت في التلفزيون المصري وكانت برضو الشوارع بتفضى يميه كان حسن عبدين على ما أذكره ونجاح الموجي اللي كان أول مسلسل بيعرض فكرة إنه ما بقاش قيمة للموظف ولا صاحب الشهادة ولا الكاتب كان السباك أنا فاكر المسلسل ده كان النجاح الموجي سباك وقاعد هو أهم شخصية في المنطقة عشان كان سباك وده لانهيار منظومة القيم منذ السبعينات ويعني تعظيم صورة المال والمادة وكذا طبعاً منهم برضو عمل أعمال منها الأنسى والزئاب شباب يرخص فوق النار عمل نبيل عبيد كذا فيلم منها قضية سميحة بدران طبعاً عمل المغتصبون كانت ليلة علوي دوسو أفند في المصيح كون كوميدي وصف ساخن جداً مسلسل فجالة في صنادى واحد من أهم وأعظم كتاب الدراما في مصر والعالم العربي أنا بقى حزين لسبب طبعاً هو اشتكالي أنه هو مهمل واشتكالي أنه هو محدش بيسأل عليه سواء من الوسط الفني أو 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 اشتكالي أنه نفسه يكتب نفسه يرجع الكلام ده خلال السنتين اللي فاته وأنا رأيي أنه لما المكاتب أو المؤلف أو الفنان محدش يسأل عليه بيموت بيموت هو بيموت في مكانه لأنه الكاتب والمبدع متعود يبقى على تواصل مع المجتمع هو يتنفس نبض الناس ونبض الشارع طيب جنازته كانت النهاردة ما فيهاش فنانين وده برضو من الأشياء الحزينة جداً أنا أحزنني هذا مع أنه صنع نجوم صنع كل النجوم الأجيال جديد يعني هقول إيه هقول إيه أجيال كتير جداً صنعها في صندة سواء كمؤلف أو كمنتج نشوف الجنازة كده هل ده جحود من الوسط الفني هل ده جحود من الفنانين والمؤلفين والمخرجين والموثلين والعاملين في صناعة الفن في مصر آه قادي جنازة في صندة ما فيهاش مش شايف فيها ولا حد من نجوم يعني أنا مش شايف فيها فنانين طب ليه؟ أنا مش عارف بصراحة حاجة تحزن بصراحة حاجة تحزن وده غالباً في الحمدية الشتازلية يا جماعة صح؟ ده يرحمك يا عم في صندة ده يرحمك يا عم في صندة